نفضات 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية القصيرة على 4-0-0-6 ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي ريديو دكتور عبدالله معنا طيب بينما تم التواصل مع الدكتور عبدالله بالنسبة لموضوعنا طبعا عن قصور عضلة القلب وأيضا عن بطارية عضلة القلب من أهم الأعراض التي يعاني منها الشخص الذي يعاني من قصور في عضلة القلب ضيق التنفس وخصوصا لدى القيام حتى بجهد بسيط يعني بمعنى صعود الدرج أو ما شابه ذلك هناك أيضا يكون سعال أيضا يكون لديه وذمة هذه الوذمة أو التورم في منطقة القدمين والكاحل بشكل أساسي طبعا هناك التعب يعني يشعر بالتعب وأيضا الوهن العام حتى لو قام حتى بجهد بسيط وفي بعض الحالات مع تطور الإصابة طبعا الموضوع يكون هذا التعب وهذا الوهن العام حتى بأعمال البسيطة أو حتى لو قام بأعمال الاعتيادية التي يقوم بها عادة من العوامل التي تؤدي لحدوث هذه المشكلة طبعا هناك زيادة الوزن يكون هناك أيضا بالنسبة للعراض رمما يكون لديه تسرع في دقات القلب الدوار وما شابه ذلك إذن موضوع قصور عضلة القلب التي تختلف هذه الأعراض من شخص إلى آخر وهذه الأعراض طبعا قد تحدث يعني لدى البعض نتيجة تراكم السوائل والاحتفان في عضلة القلب وضعف تدفق الدم مثل ما بنعرف وظيفة القلب هي ضخ الدم إلى كافة أنحاء الجسم وإلى الأعضاء النبيلة في الجسم إذن موضوعنا عن قصور عضلة القلب وأيضا عن بطارية القلب معضيفنا الدكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض القلب والخبير في القصرة القلبية دكتور عبدالله السلام عليكم عليكم السلام وحمد الله دكتور قصور عضلة القلب أول شيء يعني خلينا نوضح من يصاب بهذه المشكلة وأيضا ما هي المظاهر السريرية لقصور عضلة القلب دكتور عبدالله نعم الأكثر الأشخاص اللي يصابون بقصور عضلة القلب هم أشخاص اللي عندهم تضيق أو تصلب في الشرعين التاجية أيضا مرضى ارتفاع ضغط الدم مرضى سكري أو الأشخاص اللي عندهم مشاكل في صمامات القلب سواء كان على شكل تضيق في الصمام أو ارتجاع في الصمام أيضا الأشخاص اللي هم عرضة هم أيضا اللي عندهم تاريخ مرضي للمرض نفسه يعني عندهم مثلا مشاكل في عرضة القلب نفسها طوان كان تضخم طوان كان تمدد في عرضة القلب فإلا هم الأشخاص الأكثر تعرض هناك أيضا بعض المرضى هم أيضا معرضين لفشل أو قصور في عرضة القلب اللي هم الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الجهاد المناعي في الجسم وبعض الأمراض اللي هي علاقة بالجهاد المناعي في كل عام نعم نعم طيب هذه رسالة لا تخص البرنامج تخص الأخ أبو عمر راشد الخرجي في البث المباشر طبعا نحولها إلى الأخ أبو عمر طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسائل النصية القصيرة على أربعة صفر صفر ستة ونرحب بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لذاعة نور دبي على الإنستجرام لايف نور دبي ريديو ضيفنا الدكتور عبدالله الهاجي لاستشاري أمراض القلب والخبير في الخسر القلبية دكتور عبدالله الأعراض كيف تظهر هذه الأعراض وأيضا نركز على الأعراض المنذرة التي تكون بمثابة جرس انذار أيضا لكي نراجع الطبيب في مرحلة باكرة من المراحل الإصابة من أهم الأعراض هي ضيق التنفس وضيق التنفس لدرجات ضيق التنفس مثلا عند الجلوس أو عدم الحركة أو عند النوم وهي طبعا تكون من الحالات المتقدمة طبعا تكون نذير أن القصور هذا بلغ مبلغ هذا الشديد ويحتاج للتدخل السريع بعدين الدرجة الأقل هي عند بذل مجهود خفيف أو مثلا عند بذل مجهود متوسط أو كثير أيضا من الأعراض الأخرى التي هي تورم الأرجل أو الساقين طبعا يكون هذا على شكل سوائل متراكمة في الرجل وهذا بسبب عدم كفاءة القلب لأولاء المرضى من الأسباب أو من الأعراض الأخرى أيضا زياد الوزن شحوب في الوجه أيضا الدوخة أو التعب أو العياء عند بذل مجهود هذا بشكل مختصر بالنسبة للأعراض يعني بمعنى الشخص الذي كان على سبيل المثال يصعد درج لنفط رد ودون أن يعاني من ضيق في التنفس صارعا بعاني من ضيق التنفس لمجرد صعود بعض الدرجات أو حتى القيام بجهد بسيط أو حتى مثلا مثل ما ذكرت في وقت الراحة فطبعا مثل هذه الأعراض يجب عدم أهماله ومراجعة الطبيب فقط للأطمئنان وللتأكل كيف يتم التشخيص دكتور عبد الله التشخيص طبعا يكون عن طريق فحص الدم هناك طبعا في بعض التحوصات اللي هي مهمة جدا ممكن طبعا تعطينا تشخيص دقيق جدا لقصور عدد القلب أيضا من الطريق الأخرى تخصيط القلب لأن تخصيط القلب ممكن يعطينا معلومات عن شرعين القلب إذا صار هناك مثلا أي انسداد أو أي تضيق في الشرعين وبعدين من أهم الفحصات التي هي تصوير السونار أو الإيكو أو الموجات الفقساطية للقلب ومن خلال طبعا الفحص هذا ممكن التعرف على بعض الأسباب أو المسببات مثلا مشاكل في صممات القلب مثلا ذكرنا في الوداية وأيضا مثلا إذا كان هناك تضخم في العضلات تضخم في تجويف القلب وأيضا ممكن معرفة كفاءة القلب عن طريق تصوير الإيكو ممكن نعرف مثلا هل هناك في قصور بسيط قصور متوسط أو قصور شديد في عدد القلب لذلك الفحص الإيكو فحص مهم جدا يعني من أهم الفحصات التي تجرى للأشخاص التي عندهم قصور في عدد القلب نعم نذكر بطلق التواصل على الهاتف 6-00-55-1-4-1-4 والرسالة النصية القصيرة على 4-006 ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نوردوبي على الانستجرام لايف نوردوبي ريديو وضيفنا الدكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض القلب والخبير في القصرة القلبية ماذا عن العلاج دكتور عبدالله؟ العلاج طبعا أول شيء لا نعرف السبب نعم ومن السبب طبعا نشوف العالج السبب إذا كان مثلا القصور السببة تضيق أو انسلاف الشرانة التاجية لابد أن يتم العلاج عن طريق مثلا القصرة أو أيضا وضع الدعمات الشرانية في هذا الشريان أو عن طريق عملية تمرين الشرانة التاجية أو تبديل الشران هذا طبعا إذا كان المشكلة أو السبب هو مشكلة في الشرانة التاجية إذا كان مثلا السبب تضيق على خزم يتم معالجة تضيق على خزم فالمهم يعني نحن نعرف شو هو السبب المعالجة سببية يعني نعم بعدين طبعا في أدوية يتم من خلاله علاج القصور هذا أولا طبعا في هناك إجراءات لابد من العمل بها مثلا الأشخاص الذين قصور في عدد القلب من صحهم أنه يمتنعون عن تناول الأملاح يمتنعون عن الشرب الماء الكثير يعني تغيير رمض الحياة إذا كانوا مدخنين مثلا من صحهم يمتنعون على التدخين وبعدين فيه طبعا أدوية خاصة للأشخاص الذين عندهم فشل القلب وطبعا أهم الأدوية هذه اللي هي بمغضات البيتة بمغضات نهامات القطة الكبرية وفيه طبعا الآن أدوية من سنة نزلت في السوق أدوية يعني دواء مهم جدا وثبت تجارب فعالية الدواء هذا في تحسين كفاءة القلب أيضا تحسين نسبة الأعراب المصاحبة لقصوعة القلب وعندين طبعا فيه شريح من الأشخاص اللي هو عندهم قصور شديد في القلب بيستفيدون من اللي هي الجهاز اللي هو يعني يقوم بمسارة القلب أو تحسين كفاءة القلب جهاز البيسنيكر أو اللي هو اللي منسميه البطارية دكتور جهاز تنظيم دقات القلب يعني بضعا طبعا يكون جهاز خاص طبعا خاص للأشخاص اللي عندهم فشل في القلب يعني تجارب فعالية الجهاز هذا بشكل كبير في تحسين القلب وأيضا الحد من المضاعفات وأيضا من الوفيات الناجمة عن هذا طيب نتكلم بالتفصيل عن جهاز تنظيم دقات القلب أو البيسنيكر مثل ما ذكر الدكتور عبدالله الهاجري لكن بعد الفاصل فاصل خصير فابقوا معنا دكتور عبدالله السلام عليكم عليكم السلام وحمد الله هناك رسالة من الأخت حصة عبر الانستجرام تسأل السلام عليكم والذي كان عنده ثقب في القلب أو فتحة في القلب وتسكرت الفتحة هل يجب علي أن أراجع الطبيب كل مرة وما السبب سبب هذه الفتحة أو الثقب الفتحة طبعا يعتبر من العيوب الخلقية لطيب الشخص أو الطفل عادة ما يتسكر الثقب خاصة إذا كان الثقب بين العدين الأيمن والأيسر يعني بعد ستة وسبع سنوات لكن إذا تم التأكد من التفكير الثقب فما في داعي لمراجعة للطبيب إلا طبعا إذا كان الطفل يشتكي من مثلا مشكلة في النمو ضيق في التنفس مثلا أو صار ماك في تغيير في اللون مثلا تحول اللون الأزرق يعني غير عن هذا ما في داعي لتراجع الطبيب لأنه تم تأكد من التفكير الثقب هذا نعم يعني هذا العيب الخلقي يعني ذهب وبالتالي إذا ما كان هناك أعراض مثل ما ذكر الدكتور سواء كان ضيق نفس أو تغير في اللون أو ما شابه ذلك فطبعا لا داعي للمراجعة يعني ذهب ولا نعود نعم نعم طبعا هناك أيضا رسالة أخرى عبر الإنستجرام للأخ هلال يقول ما هي الأسباب الحالية لأمراض القلب دكتور؟ طبعا الأسباب هناك طبعا عوامل تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب نعم نعدي على أصابعنا دكتور ونشوف كل واحد مننا كم عامل من هذه العوامل موجودة عنده بالضبط نعم فنحن نذكرها دائما يعني ها فالتدخين طبعا مهم جدا نعم أمراض مثل أمراض القلب أمراض السكر تفعى الكولسترول العامل الوراثي الضغط الضغط طبعا مهم جدا نعم قلة الحركة قلة الحركة البدانة البدانة والوزن وهي كلها يعني مسببات نعم طبعا الشيء الجميل أنه 80% من هذه العوامل اللي ذكرها الدكتور يعني معظمها تقريبا معظمها خلينا نقول يعني يمكن تحكم بها يمكن السيطرة عليها وبالتالي يمكن أن نقلل من إصابتنا بأمراض القلب وقسم من هذه العوامل طبعا لا يمكن التحكم بها لكن يمكن السيطرة عليها من خلال الفحص الدوري من خلال الالتزام بإرشادات الطبيب ونتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع طيب بالنسبة لجهاز تنظيم دقات القلب دكتور نتكلمنا عن هذا الجهاز ومدى أيضا أهميته نعم هذه طبعا نصبح من الأشياء المتقدمة الحين اللي نحن نتبعها لعلاج مرضى فشل القلب وفي الحقيقة نحن حدثنا مرضى يعني زرانة كميات كبيرة من الأجهزة هذه فعلا مرضى كثيرين استفادوا استفادة كبيرة يعني مثلا مرضى أنا شخصيا جوني مرضى مثلا ما يقدر يمشي خطوتين وبأعمار مختلفة يعني أذكر دكتور عبد الله بأعمار مختلفة بمعنى هناك يعني متقدمين بالعمر جدا وهناك أيضا أعتقد كان يعني منهم في سن الشباب أيضا بضط يعني أنا شخصيا في شخص 40 سنة عمره زر عطل الجهاز هذا يعني في هناك طبعا من بعض المرضى يستفادون استفادة كبيرة جدا من زرعة الجهاز هذا الجهاز طبعا هذا يعني تثبت علميا أنه يقلل من الأعراف بشكل كبير جدا وأيضا يحسن حياة المريض يعني مثلا المريض يصير ينام أحسن يتحرك أحسن يبدل مجهود أكبر وفوق هذا أيضا نسبة دخولي للمستشفى يقل بشكل كبير جدا أيضا بالنسبة للوفيات أيضا أثبت الجهاز هذا أنه يقل من نسبة الوفيات من المرض هذا من المرطش القلب فإذا يعني دعشك فيه أن زرع الجهاز هذا يعني فيه فايدة كبيرة كبيرة جدا لمرضى قصول على القلب الجهاز هذا طبعا يكون نوعين نوع الجهاز يستاند القلب ونوع ثاني يستاند القلب أيضا لا سمح الله إذا صار هناك توقف مثلا في القلب أو صار هناك مشكلة في كهربائية القلب يقوم هذا الجهاز بيعطاء مثل شحنة كهربائية للقلب نعم صطمة كهربائية ويرجع الطراب الكهربائي يعني إلى الطبيعي فهذا طبعا يعني من أيضا ما اذكرنا من الأثاريب المتقدمة في علاج فشل قلب أيضا فيه هناك طبعا أثاريب أخرى اللي هي زراعة القلب أو الجهاز المساند للقلب أو الألفات أيضا يتم زراعة الجهاز هذا اللي ما ظل اللي عندهم مثلا فشل قلب مستعصي نعم طبعا ما استفادوا من أي زراعة أي جهاز تاني أو علاج وبعدين يعطي أيضا يأتي الخيار الأخير طبعا لزراعة القلب نفسه وعادة زراعة القلب بشكل كامل يكون حق للأشخاص اللي هم يعني يكونون صغار في العمر شوية وطبعا يعني من ما تقول ناج الأشهر الجديدة اللي جدت في الموضوع نعم طيب رسالة تقول والذي أعتقد عمره 18 سنة يعاني من تضخم في عضلة القلب بسبب إصابته بالتهاب حاد تابعنا مع اختصاص قلب لمدة 6 أشهر والحمد لله طمنا بأن الأمر عارض فقط وانتهى فهل سيعود المرض مرة أخرى؟ طبعا معروف على الشيء الالتهاب خاصة لهذه العروس ممكن يسبب التهابات شديدة في عضلة القلب وبالتالي صد التضخم في عضلة القلب يعني شريحة كبيرة من المرضى لسير عندهم تضخم من التهاب الالتهاب شريحة كبيرة منهم القلب يرجع طبيعي لكن هذا ما يضمان عدم تكرار الالتهاب في المستقبل فلأن الالتهاب هذا يعني موجود كل أحد ممكن يصاب بالالتهاب في عضلة القلب وبالتالي القصور أيضا في هناك شريحة قليلة من المرضى يصير عندهم هذا الضعف يكون دائم نعم طيب طيب دكتور يعني طبعا نتمنى الصحة والسلامة للجميع وأتكلم بشكل عام لأنه طبعا خارج جولة الإمارات يعني حدثت مشكلة أنه مريض لديه كان مشكلة في القلب والطبيب ما حاب يخبره مباشرة بأنه لديك مشكلة يعني يغلو وضعك طبيعي لكن تحتاج إلى 1-2-3 هذا الشخص طبعا خرج ولم يعود للأسف توفى بسبب يعني طبعا جهد يعني ذهب إلى الأرض ليعمل وبالتالي نتيجة الجهد توفير السؤال يعني تطمين الطبيب حينما يقوم الطبيب بتطمين المريض تطمينا زائدا دكتور يعني نتكلم بشكل عام وطبعا لا أتكلم عن هذه الرسالة ونتمنى الصحة للجميع هذا التطمين الزائد يعني ألا يضرب المريض أكيد يعني يضرب المريض ضرر كبير يعني نحن لازم كأطباء يكون صريحين مع المرضى ومفاهمهم بالضبط شو المشكلة وكيف ممكن نعاجل المشكلة وأيضا خطورة الأمر لأنه يعني هذا طبعا بيفيد المريض والمريض بيحس أنه يعني لازم يكون جاد في التعامل مع هالمرض يعني كثيرين من المرضى إذا ما نتكلم معهم صراحة وما نوضح لهم المخاطر وما ننصحهم ممكن يعني إذا جاهلون نصائح طبيب وبالتالي يتقى مخاطر نعم بالضبط يعني مثلا ما يتناولون الأدوية ما يتبعون مثلا نصائح طبيب وهذا طبعا يعني يأتي بعكسيا أو بضر المريض هذا الشيء هذا نعم فنحن لازم كأطباء نشرح المريض الضغط المشكلة والمخاطر بطريقة مبسطة وبشكل مفهوم يعني حتى يعرف ما هو المرض ما هي الأضرار ما هي الأشياء التي يجب أن ينتبه لها يبتعد عنها ما هي الأشياء التي يجب أن يتجنبها يعني كل هذه الأمور هامة جدا رسالة تقول أخت حصة تسأل هل ارتفاع ضغط الدم يؤدي لضخامة عضلة القلب؟ نعم هذا طبعا شيء معروف ارتفاع ضغط الدم إذا لم يعالج وتم ضغط مرتفع لفترة طويلة يؤدي إلى تضخم في عضلة القلب لكن الشيء الزين هو أن علاج ارتفاع ضغط الدم أيضا يحسن من الضغط الموجود يعني ممكن التضخم هذه قل مع العلاج أتبع ضغط الدم نعم طيب الأخ خلال يسأل مرة تاني ما هي الأشياء المسببة لأمراض القلب؟ سنذكرها بعجالي اللي هي طبعا قلة الحركة، زيادة الوزنة، التدخين ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، السكري القصة العائلية أيضا إذا كان في الأسرة، يعني أحد أفراد الأسرة مصاب بمرض في القلب، كل هذه الأمور تساهم وتؤدي للإصابة بأمراض القلب، ودرهم وقايا دائما خير من قنطار، علاج، كل الشكر للدكتور عبدالله الهاجري، استشاري أمراض القلب والخبير في القصة القلبية، دكتور عبدالله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا